أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن تفسير الملابس في المنام لابن سيرين من يرى في المنام أنه يقوم بلبس ملابس مصنوعة من الصوف فهو شخص زاهد يدعو الآخرين إلى التمسك بالآخرة والزهد في الدنيا ومتاعها لأنها زائلة كما أن كل ثوب ينسب إلى اللون الأخضر فهو نافع وليس فيه ضرار أما من يرى أنه يلبس ملابس خضراء فهو يرمز إلى الحياة والدين الإسلامي إن كان شخصا حيا ويرمز إلى العبادة وحسن العمل وإن كان الرأي يرى ميتا يرتدي ملابس خضراء فسوف يحسن الله له حاله لبس الأخضر يشير إلى الميراث أما الأبيض يشير إلى كثرة البطالة وكلما كانت الملابس أعلى في قيمتها كلما دلت على البطالة وذلك لأن الأشخاص الذين يعملون لا يرتدون الملابس البيضاء في عملهم من يرى أنه يلبس ثوبا أسود اللون ولم يكن يلبس اللون الأسود بشكل معتاد فقد يصيبه أمر يكرهه أما من اعتاد على لبس الملابس السوداء في الواقع فذلك دلالة على الشرف والرفعة والسلطان والأموال ومن يلبس الأسود بدون أي بياض فسوف ينال الكثير من السلطة والرهبة إذا رأيت في الحلم أنك ترتدي ملابسا جيدة فتلك إشارة إلى الزواج أو الخضة أو عقد قران رؤية الملابس الكثيرة أو المتراكمة فوق بعضها أو المبعثرة في المكان أو المقطعة تشير إلى الموت أو العلة البدنية وفي حلم الفتاة العزباء فالثوب الحديث يشير إلى حب جديد أما الملابس النظيفة فهي تدل على الصحة والبهجة خاصة إذا كانت بيضاء اللون على عكس الملابس الغير نظيفة أو المهلهلة فهي تشير إلى صعوبة الأيام والشدتها وعدم النجاح في الحياة العملية والعلمية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر